إيران تبعو عدوية جماعة وتتحدث هل قاءاني في لقائه الأخير مع السيد مسعود البرزاني نقل إليه هذه الرسالة وهذا التحذير فيما إذا لو ما تجون على الخط الذي نرسمه فأنه سيحصل هذا حتى نثبت للتاريخ وهل يمكن أن نقول أن قاءاني نجح في مهمته شوف أولا الرئيس مسعود ليس من الأشخاص والناس اللي يقبل تهديدات والتحذيرات أقول لك ياها مثل أنا صحيح خالة لكن رفيق نربة وأعرف شخصيتها وأني شاركت في الكثير من هذه الاجتماعات اللي جرت مع الوفود الإيرانية برئاسة الحاج إسماعيل قاءاني أنا في بغداد التقيت من فريق قاءاني شخصية ونقلت له وجهة نظرنا حول هاللاحيانية في هالموضوع وأخبرناهم أنه ما عدنا شي مخفي إطلاقا تحت الطاولة أحنا عدنا تحالف مع التيار الصدري وعدنا علاقات تاريخية وجدانية مع قيادات في الإطار التنسيقي وأحنا على وئام مع الطرفين لكن من تجي الاستحقاقات الزمنية وجلسة مجلس النواب أنا ذاك أحنا لازم نقرر وين رح نصطف يعني أحنا في الإقليم أحنا عدنا مصالح عدنا رأي عام عدنا رواتب عدنا موظفين عدنا معارضة عدنا انتخابات جاية في الإقليم لذلك من مصلحتنا أن تتشكل الحكومة مرح يكون هناك فراغ حكومي أو دستوري إلى ما لا نهاية فمن مصلحتنا أنه نسرع في هذه العملية هذه بكل شفافية قلنا لهم ولقيادات الإطار لا باللقاء مع قاءاني وين كان اعتراض الإيرانيين عليك وشنو الحديث اللي دار هل كانوا مقتنعين لزلالين لا لا نشوف عيني هم حقيقة الإيرانيين سياسيين عمليين واقعين وخططون لمدى بعيد لكن عدهم مصالحهم أيضا يعني هم بارعين في هذه المسائل لكن هم توجههم العام لنا كان أنه حاولوا توحدوا طرفين أنه منصير طرف ضد طرف وإحنا التزمنا بهذا الشيء يعني خلال فترة المفاوضات لكن أيضا قلنا لهم عدنا استحقاقات دستورية عدنا سياقات زمنية معينة ما نقدر نتخطاها وإلا العملية بعدين رح تطلع من السجة يعني هاي الرسالة ما لاتهم أكثر شيء اللي أنا حضرت وأني سمعتها منهم مباشرة يعني قبل الانتخابات أنا كنت من أعضاء الوفود اللي زرنا طهران بعد الانتخابات أيضا ساهمنا يعني ذهبنا زيارة أخرى التقينا بيهم سبع ثمان مرات على مستويات عالية أي لذلك ما كان أكوفت شيء مخفي إطلاقا لكن أحيانا الطرق تختلف عندما تجي قرارات معينة شنو مصلحتي شنو مصلحة البلد إلى آخره فلذلك القرارات اللي احنا اتخذناها في تشكيل هذا التحالف كنا مختنعين به أنه هذا ربما راح يساعد يعجل في العملية بس أكو أطراف أخرى وقفت موقف يعني اتخذت موقف يعني في جلسة البرلمان اللي صارت يعني الاتحاد يقول أنا مو مو طرف لكن حاول كسر النصاب وما شارك في جلسة البرلمان كان بإمكانه يجي يحذر وما يصوت بل لكن عمليا صار طرف شكرا